عندنا طبعاً بعض الأخبار المرتبطة بزي ما قلت لكم وثام خلاص طبعاً وثام ليه تصريحات كتيرة جداً طبعاً الناس سألته أول موسم لعيد بقاله في الأهلي أربع شهور خد بالك النهاردة وإنت رايح يعني إذا كنت تتكلم على مركاته أنا عارف إنه جميعيننا دي الأهلي مشغولة جداً وفيه أخبار ترددت وفيه أخبار نشرت حتى بشكل رسمي مش عندنا هنا في مصر وخارج مصر عن وجود مفاوضات أو إنه فيه صفقات حسمت كتير وفيه أسماء مطروحة بشكل كبير جداً في كل المراكز تقريباً يعني ميستر كولر وإدارة النادي الأهلي شايفة إنه وانت رايح على حجم بطولات بالشكل الده المسلم اللي جاي أكيد طبعاً لازم يكون فيه تفكير فيه تدعيم صفوفك بأي شكل من الأشكال يعني بسوف إنه إحنا بالنسبة لنا كششة نادي أهلي ققناة جزء من منظومة النادي الأهلي طبعاً أنا تعودت وتعلمت يعني تعودت وتعلمت لأنه بيبقى عندنا خبر شبه يقين إحنا كده يعني كإعلاميين بأنه فيه صفقات تمت بالفعل يعني تم الاتفاق على كل التفاصيل وتم الاتفاق على كل حاجة ويجي في آخر لحظة في آخر لحظة في حاجات حصلت فعلاً في آخر لحظة بعد ما كل الدنيا تكلمت وبعد ما كل الدنيا عرفت تلاقي إنه لسبب أو لآخر الاتفاق ما تمش أو إنه نادي الأهلي تراجع عن إتمام الصفقة لأي سبب من الأسباب فبالتالي إحنا ما بنعلنش إلا لما يكون فيه الخبر اليقين يعني إحنا ما بنعلنش إلا بالتزامن وبالتوازي مع إعلان النادي الأهلي للصفقة هتلاقوا الخبر على طول مباشرة على شاشة النادي الأهلي عشان يكون الخبر اليقين القاطع على أي شك من أي نوع وسمى اللعيبة اللعبة 4 أشهر في نادي الأهلي ومع ذلك هو لعيب جاء من أوروبا وخد بالك فكرة إنه لعيب يجي من أوروبا يلعب في أفريقيا دي ما هيش سهلة ما هيش سهلة أنت عندك بيرسيتاو جي من بلجيكا ومن إنجلترا لمصر عشان يلعب في نادي الأهلي عندك إمام معشور جي من ميتلان في الدنمارك عشان يلعب في الأهلي عندك وسام أبو علي جي من السويد من سيرس السويدي عشان يلعب في النادي الأهلي حتى أنتوني مودست تختلف تتفق على الصفقة اسم كبير جدا جاي من دوريات كبيرة زي الدوري الفرنسي والدوري الألماني عشان يلعب في الأهلي الدونجريد ده وهو دونجريد خليت اتفق بكل المقاييس تلعب في أوروبا فتيجي تلعب في أفريقيا دي ما تحصلش إلا لما يكون بس الأهلي المصري ليه؟ لأنه الإكسبوجر بتاعك يعني أنت جاي تلعب في نادي ما يقلش عن أي نادي على مستوى العالم أنت جاي تلعب في نادي بيتنافس مع كبار أنديت العالم سواء في عدد الألقاب سواء في نوع البطولات سواء في التاريخ اللي أنت تقدر تكتبه مع النادي الأهلي واللي مش ممكن تحققه مع 70-80% من أنديت أوروبا يعني التاريخ اللي بيكتبه لعيب مع النادي الأهلي هيهات 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 أنه تحققه مع الكلمة كانت أنديت أوروبا كلها دوري أسبانيا على إنجليزيا على ألمانيا على فرنساوي على إيطاليا على أولندي 70% من الأندية دي مش ممكن أبدا تنجح في أنك تكتب تاريخ زي اللي بتكتبه مع النادي الأهلي وممكن يكون أكتر كمان ده أنا حياة كده جملت يعني فبالتالي رغبة اللعيبة في الظهور وده بيعكسه تصريحاته سامة أبو علي بيقولك أنا في أربع شهور حققت أهم لقب لي في تاريخي مع النادي الأهلي فكرة أنك توصل أنك أنت تبقى في أول موسم مش في أول موسم ده أنت في نص موسم بتحقق لقب دوري أبطال وعلى بعد شهور قليلة جدا أنك أنت تلعب كاس قرات وأنك أنت تلعب كاس عالم مطشاط رسمية مع كبار العالم وتنفس على نسخة تانية جديدة من دوري الأبطال وتحقق دوري مصري ده بيعكس أهمات وده بيفيد الأهلي جدا خد بالك إذا كان في ملف مفاوضات مفتوح النهاردة مع أول 7-8 أسماء ملعارة تقيل كلهم الحقيقة كل الأسماء اللي مطروحة على ترابيزة المفاوضات للنادي الأهلي تدعيم صفوفه كلهم أعتقد لو الأهلي توفق فيهم طبعا الأهلي مش هجيب كل الصفقات دي يعني ما أعتقدش لكن ده ما يمنعش إنه التفاوض مفتوح أكيد طبعا أنت كنادي أهلي بتتفاوض مع أكتر من مهاجم بتتفاوض مع أكتر من مدافع أكيد طبعا وفي النهاية جميع الأسماء المطروحة الحقيقة على مستوى عالي جدا 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 وكلهم أعتقد أنهم هيمثلوا أين كان بقى مين اللي هينجح في النهاية النادي الأهلي في اختياره كلهم أعتقد هيمثلوا إضافة كبيرة جدا لنادي الأهلي شكرا